من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله كيف يعني احمد الله رب العالمين واصلي واصلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها قد انقضى رمضان الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون من المقبولين فيه وان يكون الله عز وجل نظر الى هذه الامة نظرة رضا ويعني نوى كل واحد مننا ان يكون بعد رمضان غير ما كان قبل رمضان وبفضل الله سبحانه وتعالى الله عز وجل لم يجعل لنا مسلما موسميا او مسلم رمضاني او مسلم شعباني او مسلم محرامي لا الله عز وجل جعلنا مسلمين طوال العام ويعلم بفضله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير ان الانسان ينسى وان الانسان قد يتكاسل وان الشحنات المتتالية المستمرة قد تخبو لان القلوب لها اقبال وادبار ففي موسم الطاعات زي رمضان يقبل القلب ثم احدث له فتور وهذا امر طبيعي لا يخيف احدا لكن دائما محطات التقوية موجودة على الطريق الطريق الى الله في محطات تقوية ورب العبادة من رحمته وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم ايضا يعني يوضح لنا هذه القضية بان سبحان الله يعني يجد لنا زي بالضبط يعني اذا ضربنا المثل ان طفلا يأخذ طعاما معين لا يكفي او انسان معين يأتي اهل الطب والتغذية ولك مكملات غذاء مكملات ايه المكملات دي عشان يتوازن جسد الانسان فالقلب يحتاج الى مكملات ايمان هذه المكملات يعني وهي قد تكون اساسيات يعني ان الرب العبادة سبحانه وتعالى جعل لقائي بيني وبينه سبحان الله وبينه وبيننا ما بين الحين والحين مثلا نصلي الصبح وبعدين بفضل الله بعد السبع ساعات مثلا نعود الينا نتوضى ونصلي الظهر بعد ثلاث ساعات نصلي العصر وبعدين سبحانه ثلاث ساعات نصلي المغرب بعدين ساعة ونصف مثلا نصلي العشاء ففي معية الله سبحانه وتعالى في المعية سبحان الله ولو رصدت الاذان على مدى الاربع وشرين ساعة تجد ان الكون كله من شرقه لغربي من شمال الجنوبه لا ينقطع الاذان في ارض الله اللي هي ايه اللي هي فرقة الكون التي تعزف نشيد التوحيد واحنا جزء منه فيأتي حبيبنا صلى الله عليه وسلم لينتدب لنا ويوضح لنا سنة الستة من شوال كثير مننا قد يقطعون الستة البيض الايام البيض اللي هي الثالث عشر والربع عشر والخمس عشر الايام القمرية في الشهر العربي كل شهر على مدى الاثنى عشر شهر من محرم الى هذه الحجة دي الايام البيض اما دي ستة من شوال يعني الستة من شوال هذه درجنا في بيوتنا قديما ان كان اباءنا وامهاتنا رحمة الله عليهم واجددنا وجددنا سبحان الله شاءنا في بيوت وجدنا انه من تاني يوم العيد الفطر فورا اثنين من شوال يبدأوا في الستة وكان يظنوا انها لابد ان تكون يعني جملة واحدة ستة ايام متواصلة لك ان تصومها مرة واحدة ولك ان تصومها متقطعة طوال الشهر هذا امر الامر الثاني لماذا لان سبحان الله من صام رمضان واكبعه بستة من شوال فكأنما صامت دهر كلها كيف يعني ستة من شوال قالوا ما هو الحسن عند الله بعشرة فالستة سبحان الله العظيم سبحان الله انا رمضان صمته سبحان الله الحسن بعشرة في التلاتين رمضان بتلثمات ايه ثلثمات يوم تلاتين في عشرة بتلثمات وستة ايام من شوال في عشرة ادي ستين والشهر العام الهجري كام يوم ثلثمات وستونة ستونة وثلاثمات يوم 36 يوم فكأنما صامت دهر كله بس في نقطة هي مش طريقة انتاج ومش واجب او اديه لا بالعكد انا عايز لا تتحول العبادات يعني صحيح قد تكون واجبات وسنن لكن عايز يعني استشعرها استطعمها زي ما سيدنا ابراهيم قال ليقيم الصلاة مش اللي يؤد الصلاة لا نؤدي الستة من شوال نحن نقيم شعائر الله وشعائرة الله في اضافة ستة من شوال الى سبحان الله الشهر الكريم طبعا بعض العلماء لهم اراؤهم انا ارى من الفريق الذي يرى ان منفعش بناتنا البالغات والزوجات والامهات ان يقول لك اصومي الستة من شوال وفي نفس الوقت او قضاء من اللي عليها في رمضان اخوانا العمل بنية واحدة يعني هذا فرض وهذا سنة الايام القضاء يا بنتي ده فرض فيجب ان يقضى الستة من شوال دي سنة اختلاط النيات سبحان الله صحيح قد تجوز عند بعض الناس ونحترم كل الاراء لكن ارى والله اعلم ان سبحان الله النيتين في نية دي ما انفعش يعني 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 عقلا لا تقبل خلل الستة من شوال سبحان الله وبعد نبتدي يا بنتي وعندك النية الصادقة ان تقضي الايام التي اضطريتي ان تفطري فيها في رمضان لان ايامك في رمضان التي افطرت فيها للعذر الذي اوجده الله فيك ليس رمضانك وانما رمضانك في ايام اخرى بس ان قطية بسيطة ان شاء الله الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى انا اريد ان اقول ان لا يستدعي الامر الوجوبية او العاداتية لا احنا عايز ان نخرج من احنا عايز اتملى باننا في معية الله بالصوم اكيد سبحان الله العظيم مع الزمن سوف يكتشف بالعلم وبالطب وبالتقدم ان سبحان الله العظيم ان اتباع ستة من شوال مع تلاتين من رمضان شيء اكيد يعني ما ترك لنا من خير صلى الله عليه وسلم الا ووضحه لنا وحثنا عليه وما ترك من شر الا بيانه لنا وحذرنا منه بس مش عايز المسلم يسأل طب لي كام حسن انا مش داخل بيزنس انا مش داخل رجل اعمال هذه الديني كام والدكام انا مع الله والله كريم والله سبحانه وتعالى اذا اعطى ادهش رب العبادة اذا وهب لا تسألن عن السبب فمن قرم الله ان الله جعل لنا مكملات ايمان شواحن ايمان محطات على الطريق حتى نصل الى الله سبحانه وتعالى قال يا بصري ان القوم الصحابة يعني سبقونا على خيل دهم خيول سبق في الطريق يعني الى الله شو شبهه ازاي بالاعمال يعني ونحن على حمر معقرة احنا رجبين عزاك الله حمر جامع الحمير يعني جامع الحمار عزاك الله حمر تعبان يعني يعني سبحان الله حمر معقرة معقرة يعني فيها عيوب في السرعة فقال طالما انتم على الطريق فسوف تصلون ان شاء الله نحن على الطريق باذن الله وسوف نصل باذن الله اللهم اصلنا اليك واكرمنا بفضلك ورضاك وحب عبادتك يا رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته